وقوع هذا الالتباس ان الفيلم كأنه بيحيي المافيا كأنه بيقدم جانب ايجابي لها كأنه بيحتفي بالتأذر العائلي والتضامن الانساني لبين افرادها وانه يمكن سبب ده انه المافيا رحبت بانتاج الفيلم وبالبعض بيقول انها شاكت في الانتاج بس انها مش حقيقي انما هي حمد صلاعة الفيلم وحمد تصويره في المورات الحقيقية والاحياء اللي تمت فيها وقاع التصوير الى اي حد فكرة صورة المافيا في هذا الفيلم للدرجات ذات جدل طبعا هو الجدل ده ليه علاقة بينه مدى وجودهم ومدى اجرامهم وفي الواقع نفسه يعني اللي كانت عمل فيه الفيلم الاضافة طبعا لبعض وجود شخصيات في الرواية وفي الفيلم تم ربطها بشخصيات حقيقية زي مثلا شخصية المغني اللي بنشوفه في الجزء الاولاني اللي كان له فرانك سيناترا لانه كان عنده علاقات بالمافيا وكمان في الجزء التالت علاقة المافيا بالكنيسة في روما وبعض الاشارات الاخرى اللي كان يعني بتشير لها ظل من الواقع طبعا ده كان عامل يعني ضجيق وقتها وده وناس خايفة انه ممكن الفيلم يكون يسئليها وكده لكن بعد ما تحول الى فيلم بقى ليه وقع مختلف تماما وليه عالم مختلف تماما يتجاوز الحديث عن المافيا في وقتها ونتجاوز الحديث عن اي مافيا بعينها ولكن هو بيتحدث عن فكرة التنظيم اللي هو بديل سواء كان دونكر اليوني ده زعيم قبيلة او عمدة او مرشد يعني فكرة التنظيم دي صحيح الموازي 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 ده اه والعلاقات اللي بتحكمه اللي هي اشبه بالعلاقات العائلية بس على مستوى وسكيل اكبر شوية فبقى نموذج الفيلم ده لفكرة ازاي بتتشكل التنظيمات دي اه اه وازاي بتتكسب محبين واتباع لانه هو دونكر اليوني ما كانش بيحكم بس بالعنف ولكن بالمساعدة بالجزرة بالعطف وبالعصى بس وبالجزرة وفكرة انه هو الاب فكرة انه هو الحامي فكرة انه كلهم هو ابوهم يعني هو حتى اسم الرواية والفيلم الزجاد فازر اللي هو الاب الروحي يعني والحرص على التنين الشكلاني بقوة بالزبط يعني والحيط وعشانا كده بقول الفيلم يكون قريب من هنا احنا اكتر منهم لانه دي القبيلة العربية يعني دي العصاب العائلية دي القبيلة والأسرة كل أنماط المجتمع القديم سواء كانت في ايطاليا او في مصر او في اليابان او في الصين هي متشابهة متشابه عشان كده كوبولا لما قال انا بتكلم على نهاية وهشاشة المجتمع الزكوري هو ده صحيح لانه من السبعينيات فعلا ابتدى هذا التاريخ الكبير اللي بيمتدى لألاف السنين من فكرة العائلة سواء العائلة ده جوه البيت يعني هو كل ده قواعد العالم القديم اه مرتبط بي